مشاهدين أينما كنتم طابت أوقاتكم أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية ونقاشكنا وسنبقى فضاء للرأي والرأي الآخر وكالعادة نستعرض وإياكم مشاهدين أبرز معالم الأسبوع أي الأحداث التي لقت اهتماما كبيرا من قبل الجزائريين سواء سياسيا أو حتى إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والبداية تكون بمجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية حيث خرج الجيش الوطني الشعبي أخيرا عن صمته إذا أما تم تداوله إعلاميا حول التحركات الأخيرة بل الخرجات الأخيرة للفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قايد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قيد صالح ومن خلال مقال نشرة في مجلة الجيش التي كما قلنا تعد لسان حال المؤسسة العسكرية أكدت أن هذه المؤسسة ملتزمة بمهامها الدستورية لغير وأنها طلقت السياسة بالثلاثة خلال هذا المقال أيضا الجيش أشار إلى المغالطات التي حاملتها تعليق وقراءات مختلفة في وسائل الإعلام حول الدور المستقبل للمؤسسة العسكرية في صناعة القرار حيث وصف كاتب المقال الذي كما قلنا نشر في مجلة الجيش التي تعد لسان حال المؤسسة العسكرية وصف بعض الدوائر التي تعمل على نشر الفتنة نشر الدعايات المغرضة المتعلقة بضرب وحدة واستقرار هذه المؤسسة الأمنية خلال هذا الأسبوع أيضا أحزاب المعارضة تقتات من فتاة السلطة هكذا أجمعت التعليق من مختلف الأوساط السياسية حتى من داخل بيت المعارضة جاء هذا في أعقاب استمرار مسلسل دخول بيت الطاع اتباعا لهذه الأحزاب التي رفعت في وقت من الأوقات السقفة آليا إزاء النظام والسلطة القائمة في البلد من خلال الطاعن في شرعية كل شيء لكن هذه الأحزاب وعشية تشريعيات 2017 سارعت لإعلان مشاركتها في هذه المحطة الانتخابية التي تشكك في مدى نزاهتها حتى قبل أن يذهب الجزائرين لصناديق الاقتراع خلال هذا الأسبوع بل اليوم من حتى 240 مليون أو 260 مليون سنتيم بالبرلمان والمخصصة لأن نواب أكثر من 460 نائب برلماني سيستفيد من منحة نهاية العهدة البرلمانية الجدل انتقل إلى قبة زيغود يوسف كيف ذلك؟ بعض الأسماء المحزوبة على حزب جبهة تحرير الوطني تقدمت بمقترح إلى مكتب المجلس الشعب الوطني من أجل التنازل عن نصف المنحة المقدرة بـ 240 مليون أي 120 حسب ما جاءنا من كواليس البرلمان فإن الأرندي هو أيضا من خلال تعليمة واضحة لأحمد ويحيا أعطى تعليمات لنوابه في الكتلة البرلمانية الأرندي من أجل التنازل عن هذه المنحة الأفلان يقال أنه فيه تمرد فيه بعض النواب البرلمانيين الرافضين للقرار الذي وصفوه بالأحادي والمتعلق بالتنازل عن نصف المنحة التي تحولت إلى فتنة كما قلت بينما أحزاب أخرى تطالب بإضفاء شفافية أكثر عندما نتحدث عن التضامن مع الحكومة في الوضع الاقتصادي الحالي لأنه هنا لابد أن نتحدث عن المناصب العليا في الدولة ليس النائم فقط من يتضامن كل على طريقته الخاصة لابد أن نتوقف ولا نمر مرور الكرام عن حدث الذي أسال الكثير من الحبر ولقى اهتمام الجزائرين على أكثر من صعيد ألا وهي حفرة بن عكنونة العملاقة كيف لا والجزائر وصفت بالمسكينة لأنها اختزلت كل مشاكلها في حفرة تعد الطريق الرئيسي لكبار المسؤولين في الدولة من إقامة الدولة إلى باقي مؤسسات الجمهورية حتى أن رئيس بوتفليقة قبل أسابيع فقط مرة على هذه الطريقة التي أصبحت حديثة العام والخاص وأصبحت تأخذ أمامها صور السيلفي من قبل الجزائريين القضية أصبحت مهزلة ومحل تنكيت على مواقع التواصل الاجتماعي وبفرنسا وكما كان متوقعا تبخر حلم نيكولاس ساركوزي في الوصول إلى قصر الإليزي مرة أخرى بعد أن مني بخسارة قاسية في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين كل هذا وأكثر مشاهدين مع ضيوف استثنائيين لكن بعد الفاصل شاهدين الإثراء نقاش أسعد بتواجد كل من سيد خالد بنجمى رئيس حزب الجبهة جبهة العدالة الاجتماعية مساوك سعيد سيدي الكريم وسيرافقنا أيضا نائب برلماني والقيادي بحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش مساوك سعيد سيدي الكريم وستكونوا معنا أيضا سيدة نائمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان مساوك سعيد سيدتي الفاضلة نبدأ نقاش مباشرة معكم سيد ناصر حمدادوش كيف لا واليوم لا شيء يعلو عن منحة 240 مليون سنتيم المخصصة لكل نائب برلماني نظير ما يصطلح عليه في أبجاديات البرلمانيين بمنحة نهاية العهدة البرلمانية اليوم مقترح مفاجأ لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقال حسب آخر تسريبات أنه تم الموافق عليه بعد أن اقترحته الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية الأثلان يقضي بالتنازل عن نصف المنحة المقدرة بـ 240 مليون سنتيم شوف البداية هو للأسف الشديد أن يتم إلهاء الرأي العام بهذه القضية وإنسائه في الجوهر قانون المالية الذي يحمل عقوبات اجتماعية وإعلان حرب على الشعب الجزائري بالزيادات الفاحشة زيادات ورسوم وضرائب قاسية جدا ستهدد استقرار الاستقرار الاجتماعي في البلاد فإذا به تطغى هذه القضية التي هي منحة نهاية العهدى البرلمانية أنا أؤكد على موقفنا ابتداء نحن معا التنازل كلية على هذه المنحة والأكثر من ذلك نحن نطالب بتوسيعها إلى الإطارات السامية في الدولة أنا أقول إطارات سامية في الدولة وعدم رفع منسوبة شعبوية في التركيز على موضوع النواب والبرلمان ونحن على مقربة خطوة الاستهلاك الإعلامي فقط وكأنه نواب حزب الأفلان يودون الحصول على أذرية جديدة يعني لدى الجزائريين من خلال تقديم صورة لرأي العام أنهم يتضمنون مع البلد في الوضع الاقتصادي الحالي لتمر به نعم لابد أن يفهم الرأي العام أن هناك هروب من استحقاق فعلي إذا كان هناك روح وطنية فعلية للتضامن مع الوضعية الحارجة المالية لخزينة الدولة وللتضامن كذلك مع الوضعية المزرية الاجتماعية لشعب الجزائري نحن قدمنا مقترح عملي لهو تعديل في قانون المالية يقضي بتخفيض رواتب كل النواب وتخفيض رواتب الإطارات السامية للدولة وقلنا من غير المعقول أن الشعب الجزائري هو من يدفع وحده ضريبة هذا الإفلاس الذي أوصلتنا إليه الحكومة سيناسر حمدادوش حتى رأي العام يكون في الصورة حتى رأي العام يكون في الصورة الجانب القانوني والتشريعي لهذه المنحة كيف لأن البعض يقول أنه لا وجود لشيء اسمه منحة نهاية الخدمة بل التقليد أصبح في البرلمان وتأخذ هذه الأموال من ميزانية التسيير الخاصة بمجرد الشعب الوضع نعم الآن سنتكلم عن الموضوع من ناحية القانونية المجردة وموقفنا منها واضح النائب مصنف قانونا ضمن الإطارات السامية للدولة الجزائرية بغض النظر الآن على واقع هؤلاء النواب ومستواهم وأداءهم ومرضوديتهم وشرعية وجودهم أو عدم شرعيتهم هذا ذلك نقاش آخر ولكن أتكلم كأمر واقع قانوني أن النواب مصنفين ضمن الإطارات السامية للدولة في القانون أن الإطار السامي في الدولة تمنح له على كل سنة مرتبين شهريين نحن عندنا عهد أنت خمس سنوات يحسبوننا عشر أشهر ولذلك جاءت هذه المنحة بهذا المقدار اللي هو عشرة أشهر عشر يعني مرتبات شهرية فعلا لما عرض هذا الموضوع على المجلس الدستوري سنة تسعة وتسعين في القانون الأساسي للنائب المجلس الدستوري رفض ذلك المقترح والذي كان يسوي سنتين كاملتين وليست عشرة أشهر فقط رفضها المجلس الدستوري وحال الموضوع على أن هذا يدخل في إطار القانون العضوي لتنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة وأصبحت هذه المنحة تعطى ضمن ميزانية المجلس الشعبي الوطني والذي يقررها هو مكتب المجلس الشعبي الوطني أنا الآن أتسأل الذين يتحدثون عن عدم قانونيتها وعدم شرعيتها من تلك السنة من تسعة وتسعين بأفراج يعني لا في كل عهدة تعطى هذه المنحة إذا كانت غير قانونية فهذا إعلان واضح أنه كان هناك فساد مالي في البرلمان أين هو الآمر بالصرف للخزينة العامة وأين هو المراقب المالي وأين هي مؤسسات الدولة في هذا الموضوع ولذلك أنا أقول لك بأن هذه المنحة أخذت حجما شعبويا لا تستحقه وهذا كله يسود صورة البرلمان والنواب ويطعن حتى في الانتخابات القادمة ويدفع نحو التيئيس ونحو المقاطعة والمقاطعة ستخدم أحزاب السلطة لضمان نصاب البقاء سي خالد بنجم شكرا سي ناصر حمدان سي خالد بنجم الجزائري كان ينتظر مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلد الجزائري كان مثل ما قال سي ناصر حمدادوش وكأن قانون المالية 2016 شكل إعلان حرب جديد على محدودية الدخل لأنه كرس زيادات في بعض الأسعاب في بعض المواد الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين وأعطى امتيازات غير مسبوقة لرجال المال والأعمال بل زاد من تغولهم في صناعة القرار على أكثر من صعيد اليوم سي خالد بنجم وكأنه قضايا الجزائريين اختزلت في هذه المنحة منحة 240 مليون سنتيم لنواب برلمانين أنت كرئيس حزب كيف تشوف هذا النقاش الآن في البرلمان بسم الله الرحمن الرحيم فأشكرك على هذه الدعوة ربما شي الوحيد الآن كنا نسمه النائب سيد النائب هو موجود معنا نظرنا بالله هذه الشعب الجزائري كله الآن ما هو محتاج باش يصدق عليه البرلمان البرلمان يصدق على المواطن الجزائري بقوانين ويحميه بقوانين لو كان هذا البرلمان كان عطاه الآن في المشروع القانون والداخل وعطاه حلول بدون ما يروح للمواطن الجزائري ممكن البرلمانين اليوم يحس بالمواطن الجزائري ويحس بالمنتخب اللي ينتخبه إما باش يروح يقولون تنزلك على 120 مليون أنا ما تنزلوش في 2015 ولا في 2014 هذا تلاعب هذا تلاعب اليوم ونحن نعرفه في البرلمان فيه رؤوس الأموال وفيه من يتبرع 200 ولا 300 مليون كشغل 10 ألف اليوم نحن نظرة يعني النائب اللي يدفع 500 مليون ولا مليار من أجل يكون على رأس قائمة يتبرع هذه عالي عالي اليوم نحن ربما الشي الوحيد اللي نشوفه كجبهة الوطنية لعادة الاجتماعية لازم المواطن يعرف بللي اليوم هاد البرلمانيين سواء أحزاب اللي ملي موجودين الآن موالات ومعارضة تقس كل أحزاب سياسية ولا رأسهم حتى الأحزاب القوة الآن اللي ما هيش قدرة باش تواجه المشاكل لعالمجتمع الجزائري وما هيش قدرة باش تلقى الحلول وما هيش قدرة باش تقترح حلول وتجي وتقول أنا كم معارضة واليوم في حلول الحلول هادية المواطن الجزائري خلاص كراهي الكلام ما هو الواقع اللي يعيش المواطن الجزائري نشوفه احنا المواطن الجزائري يعيش من السبعة وتسعين كانت أزمة وكل الجزائري نشفها لفينيات قال اليوم احنا في أزمة مدى بنا هاد الرسوم رانا في أزمة باش المجتمع الجزائري يشارك معنا اليوم من هذا من السبعة وتسعين ما زيت الافينات زيت تطلع وشوف وش كانت الميزانية دعا الدولة الجزائرية ووش كان البيترون 140 دولار والمواطن يخلصها ورانا شوفنا اليوم ما يجري في الجزائر اليوم البرلماني المواطن الجزائري ما لبالوش به يقولوا تنزلت لقنا 120 مليون ونضامن ما هوش محتاج البرلماني باش اليوم يضامن مع المواطن الجزائري يضامن الشعب الجزائري اليوم إذا كان حقيقة ولقاء غدوة إن شاء الله اللي راحين يسادقوا على هذه القانون قال اليوم في حلول ما نمسوش يد المواطن الجزائري كانوا أرباب العمل كان الناس اللي راح مدين أموال دع الجزائريين الوزير المالية قال كان ينزوج بنوك نتكلم عليها ستة علاف مليار راح بره يديك في المواطن الجزائري هناك البرامانيين كانوا يديروا أمام الأبر الواقع ويقولوا مين هو اللي حصل على الأموال لكن أين هي الحكومة التي تنزل البرامان وتقدم حصيلتها أو بيان سياسة العامة سياسي دنعيمة صالحة في هذه النقطة بالذات هل تشاطرين الرأي أنه خرجت من طالب بتقليص أو تنازل عن المنحة ما بين قوسين من أجل التضامن مع الحكومة في الوضع الاقتصادي هو اللعب في الوقت بدل الضعية يعني استعطاف الجزائريين تشاطرين هذا الرأي بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين وحيكم وحي زملائي أنا نظن نظن باللي لو كان البرلماني هذا كان يمثل حقيقة الشعب الجزائري لما فلست خزينة الدولة لأنه سيكون في هذا الوقت راقب وراه اقترحوا فرض مشاريع لتبديل يعني باش نديروا البديل الاقتصادي وما تحناش في إزمة خانقة كما هذه ومن سنين هم يقولوا بلوحات توقع الجزائر في إزمة ورحات توقع الجزائر في إزمة ويتفرجوا إذن هو ما قاموش بالدور انتحهم والحكومة ما ست سياسة أمر الواقع والسياسة والحكومة مكاش لي رقبها مكاش لي حسبها مكاش لي يفرض عليها أمور وعلى أهل لأن البرلمان في حداته ما عندوش المصدقية الكاملة ما عندوش يعني ما عندوش القوة لأنه هو أصلا فيه فيه ما فيه يعني فيه ما يقال إذن أنا نشوف هو صحيح نحن نطالب كحزب العدل والبيان نطالب بتخفيض مش فقط منها فقط بل إلغاءها تماما إضافة إلى ذلك وفضلا عن ذلك نحن نطالب بتخفيض الأجور إطارات الدولة السامية لأنه ما تقدرش تطبق سياسة تقشف على الزوالي اللي هو مسكين والإنسان اللي في رفاهية ولبس به هذاك ما تمس شهريته وما تمس جيبه وما تمس امتيازاته حكومة تزيد المال بحر يعني أيها بالضبط هي هذه ولهذا نشوف نشوف يعني أنه إلا كان نتكلم باسم الشعب كأحزاب ولكنواب ولكن كدولة أيضا وكسلطة كحكومة المفروض أن نبدلوا السياسة كامل دون حساب دون عقاب دون أي شيء لا ولما لا نشوف باللي يقال أن هناك إصلاحات في المنظومة القضائية أين هي الإصلاحات إذا كان لا يعاقب الذين يخطئون في حق الشعب فضلا على الأفراد لأنه لك تخطئ في حق مؤسسات الدولة في حق خزينة الدولة في حق يعني هذا خطير جدا سيست لاعقب لا بأس جميل نتوقف الآن مشاهدين ونتبه أبرز تصريحات نواب المجلس الشعبي الوطني من والات ومعارضة إذاعى ما يثار حول التنازل أو تقليص قيمة منحة نهاية العهدة البرلمانية بتوافق نواب كتل جبهة التحرير الوطني تقدمنا اليوم بمقترح لأعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني يتضمن هذا المقترح تنازل نواب جبهة التحرير الوطني عن نصف منحة نهاية العهدة تغامنا وتفهما في نفس الوقت للوضع الاقتصادي للدولة الجزائرية الموضوع لا يستهل هذه الضجة الإعلامية التقشف اليوم مطلوب على كل المستوات وعلى كل الأصعدة أعتقد أن النواب أغلبيتهم ماشيين في هذا المسعى التقشف ومشاوا مع الحكومة في كثير من الأشياء ما كانوا مقتنعين بها الآن يبقى لما الأمر يتعلق بالنواب أعتقد أن هناك أيدي تحاول تأجيج الوضع وتعطي الأشياء أكثر من قيمتها أصبحت الآن هذه المنحة هو خلوج من الأزمة ودخل في الأزمة هذا كلام فارغ لا أساس لأنه يغير من الأمر شيئا ولهذا أنا بالنسبة أبقى في الكليات وليس في الجزئيات الجزئيات التي لا تقدم وتخل نتكلم عن الكليات التي بإمكانها أن نعالج الوضع الذي نحن فيه وإيجاد البداء لمعالجة الوضع المالي الموجود كانت هذه انطبعات نواب المجلس الشعبي الوطني إذا ما يثار حول منحة الفتنة إن صح التعبير سي ناصر حمدادوش تعليقكم على موارد دافمي تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان صديق شهاب نعمان لاور أنا أعطيك معلومة وهي أن في الأخير الذي يثبت هذه المنحة أو الذي يعفي من هذه المنحة هو مكتب المجلس الشعبي الوطني والمعارضة غير موجودة داخل المجلس الشعبي الوطني إلا بأحزاب إلا بأحزاب الموالات ولذلك نحن بالنسبة إلينا هذا الموضوع المنحة قلت فيه ارتفاع لمنسوب الشعبوية فيه وهناك نوع من الارتباك أنا أقولك إلى غاية منذ قبل ساعة أو ساعتين فقط المكتب المجلس الشعبي الوطني لم يقرر ولم يحسم موقفه من هذه المنحة ذلك أخذ النقاش حول هذه المنحة منذ أيام والناس كي يجزم بتتبيتها وكي يجزموا بحذفها وكأنك تشعر أن هذه الأغلبية التي تمثل البرلمان الآن فاقدة للسيادة على التشريع والرقابة داخل البرلمان وأن هناك جهات فوقية هي التي تملي على المجلس الشعبي الوطني مثل هذه الأوامر من سي ناصر حمدادوش أنا أقول لك من هي الجهات الفوقية التي تعمر مثلا رئيس الكتلة البرلمانية الأفلان أو الأرندي من أجل أن يتنازلوا عن هذه المنحة يعني هناك تدخل حزبي في مؤسسة سيادية ليه هو البرلمان مثلا أمين عام حزب مثلا هو الذي يفرض على نوابه أن يتوجه في هذا التوجه إذن رأنا في حملة انتخابية مسبقة ولذلك قلت منسوب شعبوية كحملة انتخابية وكنوع من التغطية على أزمة قانون المالية وعلى كذلك التهرب من اقتراحنا بتخفيض رواتب النواب والإطارات السامية للدولة وأنا أعتقد أن هذه المنحة مع أنها رمزية وقلنا أنها تعبر على بعد قيمة وليس بقيمتها المادية لأنه من غير المعقول أن الشعب هو الذي يدفع الثمن بدون أن نشترك جميعا نكون شركاء جميعا مع أننا لم نكن شركاء في البحبوحة ولم نكن شركاء في هذه الأزمة ولم نتسبب في هذا الإفلاس ومع ذلك واجبنا الوطني روحنا الوطنية هي التي تملع لنا أن نكون شركاء في تحمل أزمة سواء كنواب أو كإطارات نعم وصلة رسالة حتى نعطي الفضاء لجميع سناصر حمدادوش لا بأس قبل أن نأخذ تعليق سيدة نائمة صالحي وخالب نجمة لا بأس أن نتابع ما رصدته كاميرا قناة النهار بكواليس المجلس الشعبية الوطني زميلة مونة مالك نزلت إلى أرويقة البرلمان وطرحت السؤال على النواب كم تملك في رصيدك البنكي أشهر قليلة قبل تشريعيات 2017 نتابع لا طالما كان راتب النائب البرلماني محل انتقاد ما دفع قناة النهار تتأل نواب الشعب كم يملكون في أرسدتهم البنكية فكانت الإجابة كالآتي نتك نائب برلماني كم تملك في رصيدك البنكي ما نقول لك 14 مليار وزوج معزات ويبن الحاجة مش حرصي دي البنكي ولا ما أنا عارف أنا ما نشعارك مهم ما عنديش درام بزيار أنا نجيب الخلفصان نخرجها واللي بقى بخلفصان هذا هو ما تحسبش حال عندك ما تحسبش حال عندك دخلولك درام مش حال خرشت أنا ما نشرب رابو حداد حقا أني شبتبرك حسبيا لعنديش شكارة حسين مسحود تعد رامو أكان أخلص 26 مليون قل نزرع عارفا يا هذا هو كم أملك في رصيد البنك والله كما تعرفي أنا أنا في ميدان تجارة ولدي مؤسسات يعني بوش نعطي لك يعني الرقم جد جد ولكن متوسط الحال والحمد لله أنت كين مبلغ عني لبس به قد يكون كين مبلغ ولكن المبلغ هو حلال مئة بالمئة لا يوجد فيه إلا الحرام والرباء في رصيد البنكي الآن حاليا أقل من 20 مليون سنتيم أقل أقل من 20 مليون سنتيم يعني وشب قالي من التعويضات نحن ما لدينا أجراء لدينا تعويضات برلمانية الحمد لله أنا في باريش لدينا أيضا لدينا أيضا وفي اليوم لدينا أجراء لدينا أجراء مع أخوة أجراء فكارا هو بالك إذا لم أخذ نيجي ذاكرة يمكننا لك مع أنتا قعل الأموال يعني يا كتبتهم كيف نقعل الأموال كيف نقعل الأموال كيف نقعل الأموال أنا أعليش أنا أنا مساعدتني جنيب أنا كنت أستاذ جميعي كنت محامي أحسن من نيج كنت نصور أحسن من اللي جيت نيجي مع التنافي العهداء أنا رأني في ظروف غير مرضية إذن هي تصريحات نواب الشعب حول ما يملكون من أرصدة مالية في انتظار منحة نهاية العهدة البرلمانية التي تصنع الجدل تحت قبة زيغود يوسف كانت هذه انتباعات النواب حول سؤال يتعلق بكم يملكون في رصيدهم البنكية سيخال بونجمة أنا مستعد نساعد نواب والله قادر باش نساعدهم اليوم من نستاعد شوف النواب هذول اللي يتكلموا اليوم واحد يقول لك عندي 20 مليون واحد يقول لك ما عندي اش أنا أقول لهم من المنبر هذا نقول لهم مش هل تدخله في النهار كيلي يدخل 200 مليون في النهار هذول برلمانية اللي يتكلموا باش يتحول مع مواطن جزائري أو اقتصادي ما يمشيش عمره لمشى باطل من زيلة يوسف إلى الولاية أو الوزارة اشعال من المقاول يتعاملوا معه يوميا اشعال عندهم شركة مشاريع مع المقاولين ورانا نعرفوا هذا البراميين والآن وش عندهم صلاحيات حتى يقدروا يأثروا في الولايات عندهم كم صلاحيات في الولايات داخلين مع اليزن فيستيسير داخلين مع رباب العمل أي اللي عنده مشكلة الآن ما عادش الآن اللي عنده مشكلة اقتصادي واللي عنده مشكلة تسير الآن ما عادش يروح يكاتب دولة ولا يكاتب رئيس حكومة ولا يكاتب وزير باشي حل المشاكل الآن فيه بعض النواب سيناصة خنددوش يطلب نقطة نظام في هذه ما عليش ما عليش خليه يعلق خليه يعلق ما عليش سي خالد ما عليش تفضل سيناصة شوف أنا أتأسف أنه ينزل مستوى النقاش للحديث على عالم المادة وعالم الأشياء فقط ولا نناقش عالم الأفكار والقيم والحديث على ما هي صلاحيات النواب وما هي واجباتهم الحديث يا أستاذ لما تقول بأن هناك من النواب من يد في النهار مئتين مليون هذا كلام خطير لماذا؟ لأن احنا نعرف عندنا قانون تنافي مع العهدة لمعنى النائب مفرغ كلية لعهدته الوطنية ولا يسمح له بأن يزاوي لأي مهنة ولا يملكوا أي شيئا ما ليش أنا جايك أستاذ أستاذ سمح لي نقدر نظامها أنا جايك أستاذ أنا ما أقولش عن النواب قلت لك بعض النواب لنعرفهم ما ليش أنا جايك أنا جايك وقانون تنافي يمنع هذا والأصل أنه يجب عليهم التصريح بكل ممتلكاتهم في بداية العهدة وعند نهايتها إذا كان وقائع موجودة ونواب محددين ومعروفين السؤال المطروح أين هي مؤسسات الدولة أين هو تطبيق القانون أين هي استقلالية القضاء هل هؤلاء النواب فوق كل مؤسسات الدولة لا توجد رقابة هذا يعبر على نوع من خرق القانون والفساد المستشري الذي يجب أن يوقف معليس أستاذ شوف احنا جينا نقش هذا المشكلة هذا النواب والأول مشكلة مدام اليوم نائب هو يقول للشعب الجزائري عندي 12 مليار واحد يقول لك عندي 200 ألف المواطن الجزائري اليوم اللي يبيدون عمل تقع عنده 5000 دينار في جيبه كيفاش النائب يقول للشعب الجزائري عندي 200 ألف دينار هذي هذي ما تصورش في العقل هذا موش نائب بالنسبة يمكن لما تصور ناقش أمور شخصية لا شوف شخصية لا الآن صغير في أمور مادي أنا أنا نقول لك كين النايب اللي ما عندوش 200 ألف بارك كين النايب اللي عليه ديون بمئات الملايين ولكن هل هذا هو نقاش يا أستاذ هل هذا هو نقاش أننا ندخل في أمور شخصية في محاولة لتشويه صورة النواب الأصل إذا كان ولا بدنا نتكلم ونحن كرؤساء أحزاب وكشخصيات سياسية نتكلم عن الوضع الاقتصادي عن المعاناة الحقيقية للشعب عن البدائل عن الرؤية الاستشرافية عن الحلول التي يحتاجها الشعب هذا نقاش استفزازي هذا نقاش استفزازي للشعب عندما نتحدث عن ممتلكات النواب لا هناك جهات مختصة التي تتابع وتراقب وتحاسب لأن سي ناصر حمددوش صورة لدى الجزائرين على أنه كل نائب برلماني نائب فاسد لا الأخ الكريم شوفوا نقول لكم حاجة أنا شخصيا جيت عندي أنا مواضيع أهم يعني صراحة يعني لأنه باش تقدر تروح تدخل في خصوصيات الناس باش تقول لهم قد عندكم في البنوك انتعكم هذه ماشية من صلاحيتنا وحدة كينا مؤسسات الدولة من الأول قبل ما يدخل نائب العدن تاوي يمد ويجردوش عندو ويصرح بيها الآن باش تجي صحفي ويقول له لا إعلامي يقول له وهو باش يصارحك ما يصارحكش فاحنا شغولنا نترحوا في سؤال باش منجيبوش نتيجة يعني أنا نفضل أنه إحنا ندخلو في النقاش الأهم أنه كاين أحداث سرات في هاد الأسبوع في هاد الفترة مهمة جدا تهم الشعب وتهم الدولة والنايب وماش يصارحك يعني واللي قالك عندي ميتين الف صح واللي قالك عندي ربعتاش ولا تناشر مليار صح ولا تنشر القانون رأي الأم الجزائري عنده سورة واحدة لنواب شعب أنا يقول لك أنه كسر القانون الشعب الجزائري أصلا مش راضي على البرلمان في حداته الأغلبية مش راضي عليهم احنا الآن بالنسبة لينا المينح هذه والأجور هذه وكامل هذه المفروض أخذ بعدي الاعتبار باش نقصوا منها من أجل تقشفور ونراعي ومشاعر ومصالح هاد الشعب الجزائري هذا هو اللي نديروه لكن كان أمور أهم بكثير لأنه وإن دوكنتك يتروح حتى في الدين الإسلامي يعني يقولك ما تسألش بش الناس ما تحلفش ما تضلش متحرش الناس بسؤال كان أمور أسئلة محرجة هي محرجة ما يقول لكش ما يقول لكش لكن الواقع لماذا نبقى نتهرب دائما من الواقع ما يقول لكش ما دوكنتك نقول لك نطرح لك أنا ماني شنائف البرلمان ناشطة سيدنا عمي صارحة على فيسبوك وتشوف يردد فعل جزائرين أي قضاية همهم وما هي الأسئلة التي يثيرونها يعني أسمح لي أنا ديك أنا رحت في خنشلا بسيارة مناضل عنده مرسدس آخر طراز ديروا فيها حالة وعلاش في الفيسبوك كدرت الصورة قال لك علاش تروحي في المرسدس قلت له الله تعلموا ناضل ما دابين ما ستقوك سيدنا عمي صارحة يقول للمرسدس أنا عندي باسات عندي باسات أنا عمري قلتني فارة فقيرة وصلت الرسالة سيدنا عمي صالحي مشاهدين أينما كنتم فاصل قصير ولا نعودها لا تذهبوا بعيدا مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا للجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش كنا نتحدث عن المنحة التي تحولت إلى محنة لدى بعض البرلمانيين كيف لا وبالأمس كانوا يحلمون بـ 240 مليون سنتيم اليوم استيقظوا على خبر 120 مليون فقط نذهب إلى الملفات التي تشغل بال طبقة سياسية الرأي العام الجزائري كل الأنظار تتجاه إلى قانون المالية 2017 البعض يقول أن حكومة سلاة الخمسة تذبح الشعب الجزائري مرة أخرى يعني من خلال قوانين أو مواد ستسن في قانون المالية الجديد يعني ليست في صالح طبقة المتوسطة نعم يعني هذه الحصيلة السلبية لهذه الحكومة تظهر بالأرقام وباعترافها الرسمي في قانون المالية وهو قانون أزمة فعلا حقيقة ولا بد للرأي العام والشعب الجزائري يفهم ما معنى عندما يقاطع الانتخابات ويترك الفرصة لأحزاب السلطة أن تفوز بمثل هذه الأغلبية المفبركة وتفرض عليها هذه الأغلبية مثل هذه التوجهات غير الوطنية وتفرض عليها هذه القوانين المدمرة للحياة الاجتماعية فعلا قانون المالية والحكومة الآن تعترف بالأزمة بعدما حذرنا من هذه الأزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نقول بأن هذا التوجه الذي تمشي في هذه الحكومة سوف يدخلنا إلى الحائط كانوا يقولون أنتم لديكم خطاب سودوي وعدمي وأنتم بل بالعكس يعني هناك اتهام بالخيانة بأنه تحرككم أيدي أجنبي الآن يعترفون بهذه الأزمة لكن للأسف الشديد لحد الآن هذه الحكومة لا تعترف بحقيقة الأزمة الأزمة ليست في أسعار البترول وليس في الظروف الدولية وإنما هذه حكومة عجزت في بحبوح المالية أن تبني اقتصاد منتج ومتنوع باقتصاديات بديلة في الصناعة وفي الزراعة وفي السياحة وفي الخدمات ولم تتجه إلى الطاقات المتجددة وبقيت بـ 98% مرتبطة ارتباطا مزمنا بالمحروقات ولذلك نحن الآن أمام أمر واقع ستذهب بنا إلى المديونية الخارجية وبالتالي بشروط مؤلمة وقاسية وستذهب مباشرة إلى جيوب المواقنين بزيادة في الضرائب حتى نتحدث سي خالد ابو نجمة البعض يقول أنه جلست البرلمان الأخيرة المتعلقة بمناقشة قانون مالية تحولت إلى ما يشبه محاكمة لأداء حكومة سلال خمسة وبالتالي لكل الحكومات المتعاقبة منذ 1999 إلى 2016 البعض يقول أن الحكومة أو السلطة فشلت فشلا ذريعا في إنهاء عهد اقتصاد مبني على الريع البترولي يعني اقتصاد البازار هذا لم نتخلص عليه منه واليوم المواطن البسيط هو من يدفع الثمن شوف اليوم رؤية أنه دعا شبه الوطني لعدل اجتماعية الشاب الجزائري راح يخلص ومن زل يخلص لأنه لك شوفنا اليوم ما يتكلم الأستاذ كان نائب ونحترمه نحترمه الرؤية تاعه نشوفه كيف كانوا التحالفات وكيف كانت البلاد كيف كانت الموال الحلول ما كانوش لأنه ربما شل وحيد اليوم الحكومة هذه من هو حزب سياسي قدم حلوله للحكومة قبل ما طابت للبرلمان ورفضت الحكومة من وزير مالية أو من وزير اقتصادي أو من وزير أول الآن إذا كان قال الحكومة هذه اليوم فيها أزمة لماذا الأحزاب السياسية اللي راي موجودة في المعارضة أنا ليس مع الحكومة الحكومة فاشلة ولكن الأحزاب اللي موجودة ما قدمتش هي حزب سياسي في المعارضة يعني حب تقول سيخال بنيش بأنها ترسم صورة سودوية على الاقتصاد لكن لا تقدم بدائل لا تقدم بدائل الآن مدى بكين معارضة وهي في البرلمان موجودة واقترحت الحكومة اليوم تعطي رؤية للشاك قال هؤلاء اقتراحات اللي يجبنا من الحكومة قبل ما يهبط القانون بس الحكومة متهمة أنها تمارس التغنان يعني أحكي واش تحكي في البرلمان وبعد يخرج القانون لا أستاذ مفزق على الوزارة ما مفزق على الوزارة فيه وزارة الآن ليخدموا مخلين على البرنامج ومخلين على الأفكار دولة جزائرية وعندهم أفكارهم وعندهم رؤيةهم هذه معروفة سيدا نعيم صاري فاتش في قانون مالي 2017 أنا شوف أنا منحبش البكاء على الأطلال ومنحبش نبقى غير ناقش الأمور لما تفعلت من يدي حكاية أغلبية في البرلمان هي اللي راي تتحكم الآن في البرلمان مهما قدمت سيدا نعيم مهما قدمت خليني وضح لك سابق أنا ما قدت البلاد أسمح لي نحن واضح ذلك نحن كائن حكومة راه من الأغلبية واللي في البرلمان اللي صادق راه من البرلمان اللي فارد نفسه راه من البرلمان اللي يول مكتب المجلس الشعبي الوطني راه من الأغلبية إذن رابين ولكن أنا نتكلم للشعب نوجه كلامي للشعب القانون هذا المالي هذا يخي كل عام يتبدل نحن نجحين دميل سات خلي الشعبي يفرض نفسه قال يا أخوية ثم ما مساعدتون وديتون الهاوية وهو شدرتون كقانون مالية ونحيتون نزلتونها في القهوة في القهوة شكون دار في الجزائر اللي ما عندهاش القهوة تشعل تشعل عليها النار ألوك يقيسوا في الشعب في الفون ألوه هنا يا الشعب يكون في حل يا سيدي يكونوا فحولها يكونوا كما جميع ونعيد وكنوا ما تخليش ما تخليش شعب نسمع آه صحيت هو السيد نود نود ونفض عليك الغبار شح سأل أسمح لي شحال تبقى تحكي وتهدرك ماكا سنفغاندي أنا نشوف لكن أمام سيست لا عقاب ولا وزيرها بتقدم حصيلة وزير يعزل وزير يعزل لا يقدم الحصيلة وزير فضائح في الصحافة لا عدلة تتحرك شوف أستاذ الآن في حكومة فشل وفيه بره ما فشل ماكش اللي قادر يواجه المجتمع الجزائري بالأفكاد لكن الشعب رهو مستقيل سيخذبه نجمة ما بشعب مستقيل شعب لا يتبقى لا في لا في الولايات لا في الوأرض ما هوش مستقيل الشعب شعب جاتوا برعلا كي تنزلات تريسيتي مليون وي صن دو مليون وشعب راضي بكلش ما هوش راضي لنا الاستقرار دع البلد ملتاز ملتاز ما هوش متاوح نسمح لي مدناش وقتنا الكافي يعني لرد أنا مشيت للولايات ومؤخرا عندي يومين كنت في خنشلة لقيت شباب ولقيت الشعب مش متوحش شعب يطالب شي ضروري برقي ما هوش طالب الموحال طالب مسكين السكنة والخدمة والعامل طالب الاستثمار قالوا خلونا نديروا الاستثمارات برقي قضيونا على الارهاب الإداري والبيروقراطية والبيروقراطية ما طلبش الموحال هات الشباب اتثمارات هاي الاراضي شاسعة هاملة خلونا نديروا الفلاحة خلونا نديروا نقل بنفس الوجوه يعني نحافظوا على نفس الوجوه لدخلتنا في الحيط لا لم أقول هذا لا تقوني ما لم أقول لم أقول هذا هو قال باللي أقال نحن الآن واقتنع أنه لازم يدخل رأسا يدخل رأسا بكل قوة للانتخابات الجلوية يعني طرحني على التشريعيات يعاقبوا الأفلان والأردي ما وش هذا والحل ما وش هذا ما وش الحل في التشريعيات ولا يروح المواطن الانتخابات المواطن ما وش رح الانتخابات اللي كان اليوم في جنو فيبري ما عندوش بشي وكل ولاده ما عندوش بشي داوي ولاده ودقول روح انتاخبني ممكن بسلوك حضاري عاقب الأفلان والأرندي سبب المعساة تاعه هذي 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 مفروق منها تفضل السناصة حالده الأصل أن الحكومة الآن تعترف بعظمة لسانها بهذا الفساد بهذا الفشل ما ليش حكومة راه ما اعترف في السناصة الأصل أن هذا الاعتراف لا يكفي لابد من الاعتدار من الشعب الجزائري ولابد أن تكون هناك أخلاق وقيم سياسية بل استقال لهذه الوجوه التي فشلت لأنه الذي فشل في زمن البحبوح المالية لا يمكن أن ينجح في زمن التقشف هذه وحدة تنين المعارضة ليس مطلوب منها أنها هي التي تقدم البدائل والحلول الذي يقدمها هو من يتحمل مسؤولية الحكم ومع ذلك المعارضة قدمت على مسارها كل البدائل والحلول والرؤى ولكن هذه الحكومة صم بكم العمي فهم لا يعقلون أسمح لي أسمح لي برك هناك عقلية أحدية تريد أن تفرض الأمر الواقع بسلطة الأمر الواقع ولكن نحن نعتقد بأن الحل والإصلاح والتغيير هو بطريق سياسي وسلم وقانوني وديمقراطي وانتخابي والشعب الجزائري لا يمكنه أن يبقى في هذا الانسحاف مع السياسية أو التعب إلى توضعات إجتماعية يا سي ناصر إليك كان اليوم رأيكم تقولوا التضامن مع الجزائر ولازم الجزائر اليوم في أزمة ولازم ندخلوا الانتخابات وما دم عندكم اليوم رؤية الجزائر باللي في أزمة اقتصادية ورأيكم عندكم حب الوطن وباش الجزائر لمطعش في أزمة كنت تشارك مع الحكومة تطير رؤية وتطير علش تقول لي أنا ما رح يشاركوا في الانتخابات مش على الانتخابات يا أستاذ الحكومة اليوم تحكي على الدستور الحكومة قبل ما تجيب القانون كان قال باللي احنا عندنا حلول كانت المعارضة أول حاجة هي الجزائر ليس بالحكومة ولا بالأشخاص حتى يروحوا يخلو لكي كورسي باش تنقى الحلول للشعب وما رح يشاركوا بالانتخابات يا أستاذ هذا وجي الانتخابات وتروح الحكومة هذه ولكن اليوم ما دم عندك حلول وقادر به تسامع المواطن الجزائري وتقدم للحكومة وتديرها أمام الأمر الواقع كما رك جيت اليوم للتليفزيون وتقول باللي هذه الآن رم يديره في السياسة كنت تجي لمجتمع الجزائري وتقول اليوم قدمنا ها هنا معارضة قدمنا للحكومة ها هوليك البيترون ميزي نحن نعتقد بأن الحل هو في شرعية في شرعية الحكم لأنه لو كان يستمد الشرعيين تعالى من الإرادة الشعبية ويخشى العقاب الانتخابي الشعبي ويخشى من المحاسبة الشعبية والله من وصله لهذه الحكومة تعطونا شرعية لهذا النظام لا يوم الجزائري تعاني لا نحن شارككم في الانتخابات وجودكم لا يوم الجزائري تعاني نحن الحل الذي نراه المقاطعة أخطر الحل الذي نراه هو فعلا أن تكون هناك انتخابات نزيها وذات مصداقية وبإرادة شعبية ما تفرز هذه الانتخابات يتحملون مسؤولية حكومة وحدة وطنية عندما تكون هذه الحكومة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية عند ذلك تتزاوج الديمقراطية مع التنمية حقيقة أما مدامة الحكومة لا تستمد شرعيتها وإنما هناك رعاية سامية لهذا الفشل ولهذا الفساد ولا يوجد هناك سياسة لاعقابلية التي المكرسة عندنا الآن في ظل نظام فوق رئاسي ستتحدث عن برلمان النقاش العمق حول البرلمان ليس عن الأشياء المادية وإنما ما هي صلاحيات البرلمان ما هي صلاحيات النائب عند ذلك يستطيع أن يقوم بدور عندنا تحقيق الاقتصاد المتوازن شوفي باللي تشريعيات 2017 مخرج للبلد من الإنسداد السياسي الحاصل الآن وستكون محطة لأنه الشعب يعاقب من تسبب في الأزمة ورانا رايحين شفافة أم لا ليست فقط تشريعيات بل حتى المحليات وهي مهمة جدا لا أنا لا أضمن هذا ولكن أتمنى ذلك وما نقدرش نقول للشعب ما تروحوش لانتخابات ستكون مزورة مع أن تخوض من أنه نفس الخطاب يتكرر أنه نزورونا الآن رانا زدنا وجدنا نفسنا ورانا داخلين بقوة وعندنا شعبية واسعة ما شاء الله وعندنا نخب ما شاء الله ولكن نقول للشباب هدوما ببالك وتقاطعوا المقاطعة مش في صالحنا ومش في صالح الشعب ومش في صالح الدولة في حداتها لازم تقاطعش نعم تقاطعوا تخليلوا تخليلوا الدنيا فارغة فارغة أسمح لي إذا كان إحنا إذوك إحنا شوفوا جماعة إلا حبينا نخرج من الاحتكار ونخرج من تبعية لبورصة النفط ونروح حقيقة للبداء الاقتصادية اللي فعلنا حدرنا الحلول وعندنا طاقات شبانية مهائلة ما شاء الله رانا نلقاوا الحل إلا كان مازال قال جو تخوفونا وبالله هذا هو الحل وما كانش حل وحد آخر ونحي مننا وزيد في الغرامة من حتى الغرامات اللي زيدوا فيها وحتى الأسعار اللي زيدوا فيها والمواد اللي زيدوا فيها ولغي حراموا عيب شوفنا الكوحول لتر بنزين والمزوق الكوحول يعني ما زيدش فيها والتبغ ما زيدش فيه شوفوا برك يا جماعة يعني الكوحول المشروبات الكوحولية ما زيد لهاش والتبغ ما زيدلوش تم تعديله نعم شوفوا الطرح طرح كيفا جاء طرح كيفا جاء عليه يجي كما هك وتمت الزيادة في رسول أستاذ اليوم لكن النقش الحق ونروحوا للمستقبل كما يريدوه السياسيين الآن السياسي هو في حداته لازم تكون عنده مبادي ومواقف للشعب الجزائري ما يقولوش البرلمان هو اللي رح يغير لك البرلمان الآن رجال إطارات تكون عندهم الشجاعة سياسية باش يقدروا يواجهوا المجتمع الجزائري ما وش البرلمان فيه برلمج داع الحكومة وفيه رئيس الجمهورية وحنا نعرفه حتى الالفين وستاش العهداء داع رئيس الجمهورية البرلمان اللي جاي تكون حكومة من عند رئيس الجمهورية رح يتبق برنامج دونك احنا كيقولو الشعب الجزائري اليوم باللي نقدر ندلك وندلك الشعب الجزائري اليوم مش يختار رح يوريد شباب إطارات جميعيين وعندهم الشجاعة السياسية اللي قدروا ينقضوا هاد البلات ما يكونوش داع الفاساد ما يكونوش داع الرشوة ما يكونوش وش غا يجري اليوم نعرفوا كل برلمانيين اللي تشوفوا الآن ثلاث موندات ربع موندات تشوف الآن اللي رامي هيوا في انفسهم اللي كانوا في البرلمان السابق هاليوم الشعب الجزائري شعب علي يعني يتحمل مسؤوليتي شعب الجزائري يبتدأ من العودة اللي جاي يتحمل مسؤوليته ويعرف مين هو اليوم عنده أغلبية يعرف من هي الحكومة